شد الحبال بين أمريكا وإيران مستمر وعلى أكثر من اتجاه هناك في الشمال أوروبا الغاضبة وفي الغرب أمريكا الملوحة بالعصى وهنا في الشرق إيران ذات الأذرع المتغولة في المنطقة ترفع تهديداتها للمجتمع الدولي وتنزل تباعا من سلم التزاماتها بموجب الاتفاق النووي آخر خطوات إيران كان رفعها درجة تخصيب اليورانيوم لأعلى من النسبة المنصوص عليها بالاتفاق بل ذهبت أكثر من ذلك عندما أكد وزير خارجيتها محمد جوال ضريف أنه لا يمكن الوصول لاتفاق أفضل من اتفاق المبرم عام 2015 وأن بلاده ماضية بالتخصيب ليغلق الباب أمام أي أمل أمريكي بعقد اتفاق جديد مع إيران لم تكتفي طهران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم بل هددت بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل في طار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت من هواشنطن العام الماضي الولايات المتحدة حاولت عكس رسائل التهدئة التي يبعث بها ترامب فحذر نائبه مايك بينيس من أن تسيء طهران فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف لتعلو النبرة قليلا عند جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بتوعده بمواصلة الضغط على إيران حتى تتخلى عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتتوقف عن أنشطتها العنيفة في الشرق الأوسط أوروبا وسيط المعادلة الذي بدأ يتخذ موقفا أكثر تشددا رفضت التصعيد الإيراني وبحث الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مع ترامب الجهود المتواصلة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي ووضع حد لسلوكها المزعزعي للاستقرار ثم لخص موقف الاتحاد الأوروبي رأي أعضائه بالتعبير عن قلقه البالغ من الخطوات الإيرانية داعيا الأخيرة لوقف أنشطتها المخالفة للاتزامات بالاتفاق نووي الذي بات بنظر الكثيرين بحكم الميت سريريا وبين محاولات إنعاش الاتفاق والإرادة الأمريكية الإيرانية لدفنه تدار دفة الصراع بين شرق طامح بالنفوذ ماهر بإشعال الحروب الأهلية وغرب ضاق ذرعا بتمادي الأول وحان الوقت لتقاسم النفوذ معه بالتراضي